رضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم أن يقرأ في الركعة الواحدة من سورتين مختلفتين فيقرأ مثلا في الركعة الأولى يقرأ آخر البقرة وآخر آل عمران في ركعة واحدة لا لا يصلح هذا لا يصلح هذا يعني يقرأ آيات من سورة ويقرأ آيات من سورة أخرى بركعة واحدة هذا لا يصلح هذا لا دليل عليه لا دليل عليه لا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من فعل السلف نعم إنما أنه يقرأ الركعة الأولى من سورة وفي الركعة الثانية يقرأ من سورة ثانية لا بس نعم رضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا كان التعليل هو أن الأواخر أن الأواخر مرتبطة بالأوائل هذا من ما هو التعليل الوحيد هذا من جملة التعاليم وليس كل سورة يرتبط آخرها بأولا لكن بعض السور كذلك إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة ترجمة نانسي قنقر